موسيقى قشرة الأخبار من تلفزيون جزائر أهلا وسهلا بكم وإليكم عنوينها هذا الشعب الذي يضرب به المثال بحب الوطن والإخلاص أيد وبركة مسائل المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها أحب من حب وكره من كره ومهما كانت العقبات والتضحيات الفريق أحمد قيد صالح يؤكد أنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ الخامس عشر سبتمبر الجاري وتنظيم الاستحقاق الرئاسي في الآجال القانونية المحددة استجابة للمطلب الشعبي الملح الفريق أحمد قيد صالح يدعو إلى ضرورة التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وتعديل بعض موادق قانون الانتخابات وينوه بالجهود المبدولة والنتائج المحققة على نهج الحوار الفريق أحمد قيد صالح يشيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة برفع منحة التمدرس وتوفير ظروف الملائمة للمتمدرسين والتصدي لإفشال رهان العصابة وعملائها على التشويش على الدخول المدرسي الشركاء الاجتماعيون في قطاع التربية يثمنون قرارات الحكومة بخصوص الدخول المدرسي الجديد أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار مواصلة للزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية شرع الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورغلا الزيارة استهلت من القطاع العملية شمال شرق إناميناز فبعد مراصم الاستقبال ورفقة اللواء حسان عليمية قائد ناحية العسكرية الرابعة تفقد السيد الفريق عددا من وحدات هذا القطاع المرابط على الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا حيث ألقى بالمناسبة كلمة أكد فيها أنه من الأجدار أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ الخامس عشر سبتمبر الجاري على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا موسى باباسا الزيارة استهلت من القطاع العملياتي شمال شرق إناميناز فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء حسان عليمية قائد ناحية العسكرية الرابعة تفقد السيد الفريق عددا من وحدات هذا القطاع المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا على غرار وحدات اللواء 41 مدرع حيث استمع إلى عرض شامل حول هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها ليلتقي بعد ذلك بأفرادها حيث ألقى كلمة بالمناسبة أكد من خلالها أن من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد بصدق على عقلانية وصدقية ما تحقق هي تلك الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تبذل كل ما في الوسع لتجعل من النهج العملي والمهني لقواتنا المسلحة نسخة حقيقية لذلك النهج القويم الذي سار على دربه وعلى هداه شهداؤنا الأبرار ومجاهدون الأخيار السيد الفريق في كلمته التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ الخامس عشر سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا مرحا كما جدد التنويها بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من بلادنا من خلال فتح جميع الملفات دون استثناء كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي فلقد سبق وأن أشرت في مدخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في تحضير الإجراء الانتخابات رئاسية خلال السبع القارلة القادمة وها أن اليوم أؤكدوا على أننا انطلاقا من مهامنا وصلاحيتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية نرى أنه من الأشدر أن يتم استدعال هي الناخبة بتاريخ 15 سبطانبر الجاري على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الأجال محددة قانون وهي آجل معقولة ومقبولة تعكس مطلب شعبي ملح وفي هذا الإطار وإذا وينوهم مرة أخرى بالجهود المبدولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ويشيد بالنتائج مشجعة التي حقتها في وقت مقاصير على نهج الحوار الجاد والناف لا يفوتني أنه جدد الدعوة لموضي قدم بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الأليات التي تجسد المسائل الملحة متمثل في التسريع في تنظيم انتخابات رياسية لسيما في قلال تنصيب العاجل أقول تنصيب العاجل الهيئة الوطنية المستقلة للتحضير وتنظيم مراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع المراحل العملية الانتخابية وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لتكيف معهم والطلابات الوضع الرهن وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جدريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقت طويل هذه الانتخابات التي تعود موعد هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها من يتيح قطع المزيد من الأشواط على الضرب إرصاد دود الحق والقانون وعلى الذكر دود القانون فإننا نجدد التحية لرجال العدلة أقول لرجال العدلة الأوفياء الذين نؤكدوا مرة أخرى مرافقتنا لا هم والوقوف إلى جانبهم وننوه بشجعاتهم وإصرارهم على أدام أهمهم النبيلة وفقا للقانون من خلال فتح جميع الملفات دون استثناء وفق إرادة قوية لمكافحة المساد واشتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة علاوة على الإشادة بمسعى فرد للنضباط والسرامة واستعادة هيبة الدولة وهو المسعى الذي يعود اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء ويعطي مسار إلى اتجاهه الصحيح وفي نفس السياق والإفشال الرهان العصابة وعملائها على تشويه على الدخول المدرسي المقبل من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ أوليائهم تواصلوا الجهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي حيث اتخذت الحكومة ووزير الأول بدوي كافة الإجراءات ووفرت كل إمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول المدرسي في أحسن ظروف لاسي مامي خلال رفع منحة المتمدرسين بنسبة معتبرها وليفيد أكثر من تسع ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية ثلاثة وهو الإجراء الذي من شانه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف في الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم السيد الفريق أشار إلى أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها الذين ما لبثوا يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة وفي هذا الصدد بالذات فأني أعلم يقين بأنكم على وعي تام بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعديها ولا يراد لها بأن تبنى نفسها اتصادي واجتماعي وعلمي وتكنولوجيا وان تكون متحصنة ومنع بكل أسباب القوة سلاح هولى الأداء في ذلك هو المحاولة من جديد جريد الشعب الجزائر من كل ركاهز قوته متمثل أساسا في مقومات شخصياته الأساسية وثوبته الوطنية وقيمه لسيمة تلك النابعة من ثورة نظام بالخاردة هذا التلاحم الذي أزعج العصابة التي تخطط في السر والأعلان لفلك روابط وقطع وشائجه أسماد على أذنابها في هياك المختلفة المؤسسات الذين أكت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسة الدولة وخلق حالة من الإنسداد أملا في تحقيق مقاربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مساء الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة بدعاية المغرضة والأفقار الهدامة التي يعملون على بثها دون قطاع في الساعة السياسية والإعلامية مستغلين في ذلك حر التعبير أقول حر التعبير وإبداع الرعاية المضمونة دستوريا لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطأ حدودها وتتجاوز أخلاقيات المتعارفة عليها وليتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد شكم والقدف وهو أمر غير مقبول قانون وإخلاق وعرف ومن هذه الأفكار التي بدأت العصابة على بثها والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين مساء مطالبة بعض الأحزاب السياسية تفاوض مباشرة مع المؤسسة الأسكرية اقتداء بالتجار بعض الدول المنطقة في تعامل مع الأزمات متراسيين أن الجزار بتاريخها العريق بشعبها الأبي بما وقفها الرياضية الثابتة هي من تكون دائما خدوا وليس العكس وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى طورية الجيش في مستنقع سياسة رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة وانطلاق من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمرارتها ويعمل على مرافقة أكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومساء الحوار الذي أكد مرة أخرى من الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب الأجهال حريصا كل حرص على نأي بنفسه أنكاب الحساسيات والحسابات السياسية وأن التحمل على المؤسسة العسكرية هو جز من المخطط خبيث هدفه الوصول إلى قيد أو تحييد دور الجيش الذي قدم درس الجميع في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه وكانت خيادته سباقة في الاستجابة لمطالب الشعبية قبل أي جهة أخرى مما هدد مصالع العصابة وأذنبها وإفشال مخططتها بعادة سياة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح سيادها السيد الفريق أكد أن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير واختلاف الأراء البناء لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية وعليه أن نؤكد على أن نحن ضد حرية التعبير واختلاف الرائع البناء وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولة عرقة العمل في مؤسسات الدولة وسنتصد بكل صرامة انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وأرقلت المسار التنموي للوطن والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس بحاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ونتبني لسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدنا المعاصر ولدنا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن التأمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا لا هنا لها سوى انتقاد العوين كما يقال في المثال الشعبي اللسان طويل والدلاء قصير نطلب منهم بهذه السانحة أن تتاقي الله في شعبها ووطنها وتتحل بالخليل من الكرامة والشرف وتمسك بإخلاقيات العمل السياسي وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين لخروج ببلاد من الأزمة ونقول لهم أتركوا الجزاء لأبنيها الأوفياء فهم جدلون بها وقادرون على بنائها وحمايتها وإننا على يقين أن شعبنا الأبي الطواق إلى العيش في سلام واطمنينا في كنف الأمن والاستقرار لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم ودموع ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده هذا الشعب الذي يضرب به المثال في حب الوطن والإخلاص أي دوا بركة مسائل المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها أحب من حب وكره من كره ومهما كانت العقبات والتضحيات دور الجيش الوطني الشعبي ومرافقته لمسعى إيجاد الحلول عبر الإسراء في تنظيم انتخابات رئاسية يلقى إجماعا لدى فواعل المجتمع المدني والمواطنين نتابع أنا معاقية صرح إلى يوم الدين قررت على الرجال ليحبوا الوطن الجيش أرى يقوم بالوجب لازم أرى يقوم ما لبلك حراسة الحدود لبلك المنطقة رأي صعيبة بزاف وزيد لازم الشعب ثاني لازم يكون واعي لازم يكون واعي برس بالمرحلة رأي صعيبة بزاف أنا معاقية صالحة إلى القرار الليخداح بسك الفوت لازم وعفصة لوجيك لازم يفوضي بسك أمبوس يقعد البلد بلا رأيس هكا ما نقدروش منتصوفه وش نقعدوغال هكا في المسيرة وما إلى مالنهاية هذه هي هذا ما نقولوش مطلب انتا قيد الاركان هذا قيد الاركان كما مشا مع الشعب نهار خرج الشعب للشارع قال لقال لا للعهدة الخامسة اليوم أراه مع الشعب هذا مطلب شعبي انتا عجراء انتخابات رئاسية في وقتها وفي موعدها ورا نتوخرنا أعتقد أن الدهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت واستدعاله الناخبة هو الحل الوحيد ليخرج الجزائر من عنق الزجاجة الجيش الشعبي الوطني تعنا جيش اللي راهوا سلل الجيش التحرير اللي ينتمنون له الخير ونثيقوا فيه خطكش مع الناش خيار أخر هذا الجيش هذا راه مقبل الاستقلال وبعد الاستقلال ووقت الإراب هما اللي وكفوا وكانوا واكفين وإن شاء الله نتمنونهم الخير ونذيروا ثيقة نعب فيهم ونعاونهم ونكونوا سند لهم نؤكد أن مصلحة العليا للوطن تقتضي الذهاب إلى انتخابة رئاسية شفافة في أسرع وقت أنا مع القايد صالح وعلى خدش ولي راح أحمي البلد كمشي هو كون البلد راح أدى زمان الجيش كما نقول وحنا راه معنا ورا قايم كما نقول وحنا بالدور وصورته كما نقول وحنا قايد صالح يعطي الصحة يعني بارك الله وفي يعني عدنا حاجة رأي يدير حاجة لمليحة لبلاد وراي يصفي في هذه العصابة هذه وحنا ماذا بنا يجي رأي يسمي لبلاد ويعدلنا البلاد وتكونوا البلاد مستقرر وهانيا احنا معا نأيد الرأي اللي قايدها قايد أركان قايد صالح وماذا بنا تكون الانتخابات في أسرع وقت ممكن باش تكون نتيجة للمواطن ونتيجة للبلاد باس كون يلا قعدنا كما هكام وش حل قرار اللي اعتقد رئيس الأركان السيد قايد صالح هو قرار الشعب الشعب الجزائري كل مثلا من عنابة من جزائر من الوهر نقول احنا لازمنا رئيس مهما وش تكون مهما وش تكون في الجزائر لازمنا رئيس جمهورية التقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أمس ممثلين عن أزيد من 30 جمعية ومنظمة وطنية حيث تم تأكيد على وجوب إعداد مشروعي تأديل القانون العضوي للانتخابات وقانون استحداث سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات المتابعة لهدر وابح أكد المشاركون اليوم في هذا اللقاء على تدعيم الحوار الجد والمسؤول كسبيل لتحقيق التوافق الوطني بين كل أضياف المجتمع اللوب الموضوع الوساطة هي تقارب وجهتنا أبر في كل ما يجري في الوطن والخروج بوثيقة وثيقة يعني تجمعنا وثيقة تنظم مستقبلنا لا بد من انتخاب رئيس جمهوري كم رحلة الأولى والانتخاب رئيس جمهوري لا بد من تحضير الأرضية لا بد من تحضير الأرضية اللازمة بخصوص تعديل قانون انتخابات وسن قانون جديد خاص ب قانون العضوي طبعا خاص بسلطة تسمى السلطة الوطنية أو السلطة العليا لتنظيم ومراقب اتخابات وعلى النتيجة من أول العمل الانتخابي إلى نهايتها مداخلات ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية المشاركة تمحورت حول ضرورة التسريع في تنظيم الرئاسيات وتوفير الجو المناسب لها المخترح يكمن في انتخابات رئاسية عاجلة استمرار تأمين الجيش للحياة المدنية وحماية الممتلكات والأشخاص بنفس القدر لرفق به الحوار وهذا نحن ندعمه ونثمن عليه الحاجة الثانية وهو أن نذهب في أسرع وقت لانتخابات رئاسية عاجلة الهدف الأساسي هو تنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة كل المواطنين المخلصين أن يكونوا يتمسكوا جميعا مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للإسراع في إجاد مخرج للانتخابات تنظيم الانتخابات في أسرع وقت هذا وقد كشف المنسق العام للهيئة الوطنية للحوار والوساطة عقب اللقاء عن تقديم مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وكذا إنشاء الهيئة المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية وضمن سلسلة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أمس رئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي كما التقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أمس أيضا رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبدالله حداد الذي دعا إلى مراجعة قانون الانتخابات من خلال نقاش وتشاور شامل وبناء مثمنا بالمناسبة مرافقة الجيش لهذه المرحلة وفي هذا الصدد لا يفوت جبهة النضال الوطني بعد عقد المجلس الوطني للجبهة الجبهة أن تحيي مرافقة المؤسسة العسكرية لتفادي أي انزلاك وبجريدة الشعب نظمت الأسرة الجامعية من أساتذة جامعيين وطلب جلسة مناقشة حول الوضع الحالي للبلاد تحت شعار من الحراك إلى الحوار حيث تم اقتراح آليات للخروج من الأزمة من خلال الإسرع في تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشففة الحوار والإسرع في تنظيم الانتخابات الرئاسية مطلب شعبي ملح رئاسية أقرب وقت حسنا كيف تبدأ البلاد بلا رئاس ليس بلد وانا شفنا بلدين اللي تماطل بشي دير رئاس وقع رح للخار ورحوا للفيتانوغا. لذلك يجب أن نذهب إلى الانتخاب. يجب أن نذهب إلى الرئاسية في أقرب وقت. الجيش حاجة خطأ أحمر. الجيش نحبه. والجيش تعنا. والجيش أولادنا. والجيش منا. ونفدوه. إذا كان حاجة نحن نفدوه. الجيش حاجة ما تهضرش عليها. الجيش ما تهضرهش على الجيش. الجيش هايقوم بواجبه. أنا نحب الجيش. والتي يجب أن يتعوه. باش البلد تخرج من الأزمة هذه. ويعطي السحر. وحقوها أهوك. الجيش رامع الشعب. والجيش يطلع في الشعب. وهذه الجيش خواه مع الشعب. خواه مع الشعب. والجيش راولد الشعب. ماذا بينا يكون رئيس في أقرب وقت. وماذا بينا الحركة. هذا الناس يحكموا قمائسهم. يحكموا خدمتهم. رأي الحالة. رأي مخلط. يجب أن نسان دول مؤسسة العسكرية. خاش مؤسسة العسكرية بلا بيها. تضيع البلاد. دعوة للشعب الجزائري أن يكون مع الجيش ويرفع من معنوياته. ويكون معهم يد يد كما يقولوا الشعب الجيش خواه خواه. وإن شاء الله أن تروحوا لانتخابات. تكون انتخابات في أقرب وقت. حماية الوطن عن طريق الحدود. وحماية الشعب في الداخل. أنا نقول باللي لازم 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 نلتف حول قيادتنا. اللي هي الجيش الشعبي الوطني. والإسراء والإسراء بانتخابات رئاسية في أقرب الأجال. البلاد رهي في خاطر يا جمع. ما اللعبوش بمصير دولة. عدوا ما كم الجزائر. إن شاء الله ربي سبحانه يبعثنا الرئيس لي يخدم البلاد والعباد. أكد وزير الاتصال أحسن ربحي على ضرورة الحوار لإخراج البلاد من أزمتها. وهذا خلال إشرافه رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي. على ندوة بالإذاعة الوطنية احتفاءا بالذكرى التاسعة والعشرين. لإنشاء إذاعة القرآن الكريم. الندوة تناولت موضوع الحوار وأهميته في تحصين المجتمع من الفتن والانقسام. واجرت بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبدالله غلام الله. ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلايد. والمدير العام للتليفزيون سليم أرباحي. والمديرة العامة بالنيابة للإذاعة الوطنية نصير شريد. إن الحوار كمعطى حضار وأولوية في بلادنا اليوم تفرده ظروفٌ نعيشها معاً. وهو ما يستدعي التقارب في الأفكار والرؤى بعيداً عن ثقافة الإلغاء والإقصاء. التي لن تجدي نفعاً في السير بالجزائر قدماً نحو ما يتمناه الجميع. وطناً آمناً ومستقراً يتيح فرص الرقي والإزدهار والتطلع نحو بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة. حوارٌ يلتقي فيه الجميع من أجل المصلحة العليا بلا زيفٍ ولا حساباتٍ ضيقة ومصالح خاصة. حوارٌ تجتمع فيه الأفكار وتتنافح وتتقارب وتثمن بعضها البعض. بل تبني قوتها من قوة بعضهما لتضيف للموجود من أجل المنشود لدى الجميع. خاصةً في ظل رعاية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وما توليه قيادتها الموقرة من حرصٍ كبيرٍ وما تتسم به من يقضةٍ فائقة لتفويت الفرص على من لا يريدون خيراً ولا أماناً وأمناً للشعب الجزائري. انتلاقاً من مرجعيتها النوفمبرية الأصيلة والثابتة وإيماناً بالضرورة الملحة للقطيع مع كل ما من شأنه الضرر والمساسة بحرمة البلاد وبمناعة مؤسساتها السيادية. ولا يسعنا بالمناسبة إلا الإشادة عالياً بالخيرين الشرفاء الذين لبوا نداء الوطن لصالح وساطةٍ تلموا الإرادات البناءة وحوارٍ قوامه التشاور المسؤول مآله الانتقال بالبلاد إلى مرحلةٍ نوعية جديدة من خلال تنظيم انتخاباتٍ رئاسية ديموقراطية ونزيها في أقرب الآجال. نحن نقول لشبابنا الحوار فرصة، الحوار الاجتماعي فرصة، الحوار السياسي فرصة، الحوار الأدبي فرصة، الحوار الإعلامي فرصة. ينبغي أن نلبي هذا النداء وكون توافق من نفسك. طيب، لماذا لا نتحورج في بعضنا؟ ما الذي يمنعنا؟ نريد إذن أن نسير على هذا النور وهذه البصيرة التي نسأى الله سبحانه عز وجل أن يجعل بداية هذه السنة بداية خير على المجتمع الجزائري وانفوت الفرصة على الذين يدعوننا إلى أن نتدابر. في النشاط البرلماني يفتتح اليوم البرلمان بغرفته دورته العادية 2019-2020. في الحدث التربوي أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد عن استعداد القطاع لاستقبال أزيد من 9 ملايين متمدرس خلال الموسم الدراسي الجديد بعد استلام عدد غير مسبوق من الهياكل المدرسية. جاء هذا خلال ندوة وطنية جمعته بمدري التربية. تم خلالها الوقوف على أهم القرارات والإجراءات التنظيمية من أجل دخول مدرسي ناجح. سناء بولق سيبات الأسرة التربوية الجزائرية تعد العد لاتحاق أزيد من 9 ملايين متمدرس. بالمؤسسات التعليمية التي تدعمت هذا الموسم بهياكل قاعدية فاقت 600 مؤسسة جديدة موزعة على مختلف الأطوار. في انتظار استلام 161 أخرى نهاية العام الجارية. كما استفاد القطاع لتأطير هذه المؤسسات الجديدة من 8041 منصبا ماليا جديد. دخول مدرسي ستظهر على متابعة ترتيباته خلايا مختصة تماشيا وسياسة الدولة في تحسين الخدمة العمومية. ويأتي الدخول المدرسي 2019-2020 في سياق وطني التسيم بحركية جديدة للمجتمع الجزائري تقوم على تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والإنصاف والمساواة وتكافئ الفرص والمشاركة الموطنية تكريسا لجزائر جديدة. وسامها محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والإقصاء والتهميش والنهب والسطو على مقدارات الشعب. وهي كلها أمور تدخل في صميم رسالة المدرسة الجزائرية. أكد المجتمعون بالندوة على ضرورة تقريب المدرسة من التلميذ والعمل على تقريس أعدادهم في الفوج الواحد والقضاء تدريجيا على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي كأولوية ضمن التوجه الجديد نحو مدرسة ذات نوعية ومردودية. تحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن الإنصاف وتكافأ الفرص لجميع الأطفال الاستفادة من تعليم نوعي وجيه فعال وجامع. وكذلك تطوير منظومة مدرسية لا تختصر على ضمن تمدرسي فحسب بل تمنح لكل تلميذ نفس فرص النجاح ومواصلة دراسته وضمان مكانته في الحياة الاجتماعية والمهنية. ومن بين التدبير الجديدة متابعة الأذاء ولاية بولاية إن على مستوى المناهج والتستير وتوزيع الكتب المدرسية لتحسين ظروف التمدرسي على اعتبار المدرسة أحد أقوى أدوات الدولة وأهم معاقل بناء الهوية الوطنية. هذا واستقبل أمس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد ممثلي النقابات التابعة لقطاع التربية حيث استمع إلى انشغالاتهم مؤكدا أنه ستتم دراستها ضمن لقاءات ثنائية للنظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ممثل النقابات المشاركين في اللقاء ثمنوا بدورهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤكدين استعدادهم التام لإنجاح الدخول المدرسي الجديد. هذا وثمن الشركاء الاجتماعيون قرارات الحكومة خاصة تلك المتعلقة برفع المنحة الدراسية. استقبلنا بصدر رحي بالإجراءات التي قامت بها الحكومة وإعلن عليها اليوم وزير التربية الوطنية كرفع من حتى على التامر والساعة التلاميذ لأنه هذا كان مطلب أساسي بالنسبة لنقابتنا. أيضا الدخول المدرسي ليس كما كالسنوات السابقة أكيد ولكن التمسنا إرادة قوية من الوزير شخصيا وزير التربية على تجاوز كل الصعوبات. وقد قام بعدة إجراءات كإنشاء ثلاث خلايا وهي سابقة لمتابعة الدخول وأظن أن هذا الدخول سيكون عادي مثل أي دخول السنوات الماضية. وإحنا على قناعة تامة بأن بعد توفير هذه الإمكانيات الضخمة لا سيما ما تعلق بالمؤسسات التربوية والتي في أكثر من أربعمائة مؤسسة جديدة رح يضمن دخول مدرسي ومن خلال دخول اجتماعي مستقر وإحنا وجودنا كشركاء اجتماعيين ترجمة صريحة وواضحة للرغبة التانية الملحة في إنجاح الدخول المدرسي. القرارات التي تأخذتهم الحكومة أكيد نثمنوها ونباركو بها لأن إذا كان المنحات على 40 ألف تطلع إلى 300 ألف يعني كل تلمين مدرس أكيد أن العائلة اليوم تقدر تقول باللي تقدر تواجه وكل المصاريف المصاريف اللي يعني تجي من الدخول المدرسي وشفنا أيضا أن الحكومة عندها يعني هذه الفولونتي باش تزيد الدعم العائلات المعوزة والعائلات الفقيرة وذي مدخول ضعيف يعني المنحة التضامنية اللي كانت 3 ألف دينار طلعت 5 ألف دينار وحنا كفي ديارة وطنة جمعاتية ولتلمين عدة سنوات وحنا نطالبوا بذلك وحنا دون كنباركو ونثمنوا القرار القرارات الأخيرة على الحكومة وهي أولا برفع منحة التمدرس من 400 دينار إلى 3000 دينار وكذلك رفع منحة التعطاء إلى المعوزين من 3000 إلى 5000 دينار معنا للاحظة هناك إجراءات الآن وزارة التربية الوطنية هناك تغيير جدري مقارنة بشي ما كان لذلك حاضرنا لكي ندافع على عمال قطعة التربية لكي ندافع على أبنانا لكي نحاولوا نوفروا مناصب الشغل للحفاظ كذلك على خير يجي المدارس العلية لذلك يكونوا يتعينوا بعد ما كانوا مقبل معنوس حق يتعينوا في الوطنية حميدا ما كانوا يصعب هناك مدراء تربية على مستوى الولايات خذينا كامل الإجراءات اللازمة الخاصة بضمان دخول مدرسي في كنف السكينة والطمأنينة والهدوء اضبطنا كل ما له علاقة بجانب الهياكل وتجهيزها كل ما له علاقة بجانب التأثير الإداري والبيداغوجي واضبطنا كل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي الكتاب المدرسي منحة الثلاث دينار جزائري المطاعم المدرسية النقل المدرسي الصحة المدرسية كل هذه العمليات تم ضبطها والانتهاء منها تقافيا احتضنت مساء أمس دار الثقافة أحمد عروى عرضا مصرحيا بعلوان لعبة نسا لجمعية فن بلا حدود لعبة نسا لعبة نسا لثلاثي شاب من فوكا مثلوا جمعية فن بلا حدود وقدموا على الخشبة كوميديا اجتماعية في قالب فوكاهي هزلي لنص الكاتب يوسف تعوينت هي لكل حال مصرحية فوكاهية ولا نقوله يعني كوميديا اجتماعية بصفة عامة اللي احنا كتبناها أولا يعني تكريم للمرأة الجزائرية في قالب فوكاهي هزلي يعني شوية فودفيل شوية شوية كوميديا ويضا باش يعني رفه شوية على الجمهور اليوم عندنا عرض حاولت نمارس الإخراج مدامني راح ان شاء الله نشارك في مسابقة المستر في المعهد كان فرقة هنا في فوكا حابين يطلعوا عرض مسرحي وكانت لي الفسحة كي نمارس معهم ما اكتسبته من خبرات تقديم المسرح داخل المسرح عبر قصة ضابطة شرطة تجرب حظها في التمثيل المسرحي قصد اقتحام الوسط الفني بهدف حل قضية في الختام يستهويها الفن وتأخذ الحكاية منحا آخر وبالفن الرابع نصل الى ختام اخبارنا شكرا لكم على كرمي المتابعة وعناويننا الالكترونية تبقى في خدمتكم اشتركوا في القناة